صدق القائد العام لكوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ومن خريج الجماعات الحكومية والجماعات الخاصة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ومن خريج الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين ولصالح الكلية البحرية كضباط بحريين دفعة أكتوبر 2021 جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنصيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية وذلك بحيادية تمة بعد أن يكتازوا شروط القبول التي تم الإعلان عنها لتخريج أجيال من الأبطال المقاتلين الذين تم تأهيلهم داخل الصروح التعليمية العسكرية لينالوا شرف الدفاع عن الوطن الغالي وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة فقط اعتبارا من يوم الأحد الخامس والعشرين من يوليو 2021 حرصا مننا على سلامة أبنائنا المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الانترنت من يوم السبت الموافق 10-7-2021 الكليات العسكرية تعلن عن قبول دفعات جديدة تعرف على شروط القبول من خلال موقعنا الإلكتروني الكليات العسكرية مصنع الرجال وعرين الأبطال